منذ ثورة الخميني وإيران لا توفر جهداً في السعي نحو تمدد نفوذها في محيطها الجغرافي والإقليمي مستخدمة في ذلك السعي قوتها الصلبة تارة وقوتها الناعمة تارة أخرى فإيران تمتلك ترسانة من مظاهر وأدوات القوة الناعمة التي حققت لها الكثير خلال العقود الثلاثة الأخيرة وإذا كانت الثقافة والسياسة الخارجية هي أبرز مظاهر القوة الناعمة إلى أي دولة فإن إيران تمتلك كثيراً من هذه المظاهر في محيطها العربي فالتشيع المذهبي يعد المظهر الثقافي الأبرز في مخططات التوسع الإيرانية كما أنه كان مقدمة للتمدد الإعلامي وسط المجتمعات العربية فالفضاء العربي يزدحم بعشرات الفضائيات الإيرانية أو تلك التي تمثل جماعات وأحزاب موالية لنظام طهران ناهيك عن الإنتاج الفني والدراما الإيرانية بل وقنوات الأطفال التي تبثوا باللغة العربية أما عن السياسة الخارجية فحكام طهران عملوا ضمن استراتيجية ثلاثية تتضمن إيصال التشيع إلى قصور الحكم في المنطقة العربية ما يعني نفوذاً إيرانياً متزايداً كذلك فأن تبني إيران خطاباً معادياً للولايات المتحدة والغرب من شأنه أن يكون رأياً عاماً عربياً متعاطفاً مع طهران التي تبدو بمظهر المواجهة ضد الأطماع الأمريكية والغربية في المنطقة وبالطبع لا ينسى حكام طهران استثمار قضية فلسطين كقضية مركزية تجمع كل المسلمين حولها لتبدو إيران مدافعة عن القضية الأولى للأمة لا دهشة إذن أن تسعى إيران إلى احتلال المرتبة الأولى في منطقة جنوب غربي آسيا اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً بحلول عام 2025 وفق وثيقة الاستراتيجية الإيرانية العشرينية المعلنة في عام 2005 غير أن تطورات الأحداث في المنطقة إثر ثورات الربيع العربي والتورط الإيرانية في الحرب السورية ثم اليمنية ومن قبلها العراق كل ذلك أفقد طهران كثيراً من تأثير قوتها الناعمة فأفقدها كثيراً من التعاطف الشعبي السابق بل أصبحت إيران في نظر الكثيرين عدواً إلى جانب الكيان الصهيوني